قال يسوع لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم يحنى 15 آية 22 ثم يقول أيضا لو لم أكن قد عملك بينهم أعمال لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي في نفس الإصحاح 15 آية 24 مكتوب أيضا لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله في يحنى إصحاح 3 والآية 19 مكتوب وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة فوضوح الشمس كان المسيح يعمل أمام الجميع معجزات المسيح لم يستطع أحد أن يعني ينقضها أو يعارضها فالمولود أعمى في القدس الكل شافه وإقامة العازر من بين الأموات بعد أربعة أيام كان معلوم للكهنة لدرجة يعملوا اجتماعي يتخلصوا من يسوع لأن العالم عم بيؤمن بيسوع المسيح فكان وضوح الشمس فإذن حياة يسوع الخالي من الخطية أقواله وتصريحاته لا مجال للشك فإني أعجب من ناس تترك الشمس البر الشمس الصاطعة لتتبع أنوار خفيفة لا قوة ولا حول لها ولا تستطيع أن تغير أي إنسان لهذا السبب أحبائي خلينا نرجع أن قيامة يسوع المسيح لها براهين عديدة جدا ولكن خلينا أقول بشكل سريع بعدين بمر في بعض البرهين بشكل أوسع براهين قيامة يسوع المسيح خلينا نخذها من ناحية شخصية القيامة أثبتت صدق كلام يسوع المسيح أنا هو خبز الحياة أنا هو نور العالم أنا هو القيامة والحياة أثبتت لأنه فعل هذا الأمر وأقام نفسه من بين الأموات قوة المسيح على الموت المسيح غلب الموت غلب القبر وهزم الشيطان فإذن هذا دليل واضح جدا وبرهان مهم جدا أثبت أنه الديان لما تكلم عن الدينونة الآن أحبائي بجدارة الذي يرفض المسيح سوف يواجهه كديان شيء آخر خطيانا قد غفرت وأننا تبررنا أمام الله الذي أسلم من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا تبررنا أمام الله وعلى فكرة القيامة شيء جميل جدا لأنه التأكيد واضح لقيامتنا نحن من الأموات وهذا يعطينا الرجاء المبارك أننا سنكون مع المسيح في كل حين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر